نعم فقط الفيديو فاصل المرة اللي فاتت هنكمل ان شاء الله فاضل الانتر كوكسجيل جوينت والساكرو اليك جوينت الانتر كوكسجيل جوينت زي السامسس بيوبس وزي الساكرو كوكسجيل ثاندري كارتليجنس ويبقى موجود بين الكوكسجيل بيستيز يعني بين مثلا الكوكسجيل رقم 1 والكوكسجيل رقم 2 وبعدين بين 2 و 3 و 3 و 4 و هكذا بس هن عندي هنا استثناء ان الدسك اللي موجود بين الاولى والتانية او بين الفيرس والساكند ممكن يكون نوعه ساينوفيال يعني يختلف نوعه بدلا ما هو ساكند كارتليجنس يبقى ساينوفيال فده اللي ممكن يخليه مختلف شوية فبقى لكن الانتر كوكسجيل بيستيز ساينوفيال ساينوفيال هده كده نيجي على الساكرو اليك جوينت الساكرو اليك جوينت انا كنتوا ارتهلكوا قبل كده فوق واحنا بنقول الحدود وكده بين الساكرم وبين الايليم هو واضح طبعا هنا ايه في الصور الخاص الارتكوليتنج بون مين الجزء اللي هيتمفصل هنا من على الايليم هسميه أوريكولر سيرفس واللي هيتمفصل من على الايسكن برضو هسميه أوريكولر سيرفس ليه سميته أوريكولر عشان الواخد اللي هو معمول بشادو اسود ده اللي هو واخد شكل الودين كده شوية فعشان كسميته أوريكولر سيرفس طبعا كده الأوريكولر سيرفس على الايليم والاسكن طيب نوعه هنا بقى يختلف ساكرو اليك جوينت نوعه ساينوفيال جوينت وعايزين نفسر كل كلمة الوحده ساينوفيال جوينت يبقى ان هو واخد خصائص ساينوفيال جوينت ان ليه كابسول وليه ساينوفيال شيت وليه ساينوفيال فليوود وكل الكلام ده طب بلين يعني ايه بلين ان هو بيسمح بحركه مهم ما قوي اسمها الجلايدنج اللي هي ان الحاجه تتزحلق على ايه على بعضه تمام كده يبقى دي كلمة عشان تفهم يعني ايه بلين ساينوفيال جوينت قلنا مين الارتيكوليتنج بون الاوريكولر سيرفس اللي موجود على الساكرم و الايليم تمام كده طيب عشان قلت ساينوفيال جوينت يبقى لي ايه كابسول ده جوينت الكابسول از اتتشد يعني ايه يعني مثلا نيجي على اسطورة دي هنا كده نكبر اوي ادي هنا كده يبقى فيه الاوريكولر سيرفس اللي على الساكرم والاوريكولر سيرفس اللي على الايليم هتلاقي بقى الكابسول بتاع الجوينت ده مشي على الاتنين كده مع بعض بتعم كده يبقى هتلاقي ان الكابسول بتاع الجوينت ده ده جوينت كابسول اتتشد الحدود بتاع البوث أوريكولر سيرفس وسترينثند باي ايه لجامنت كده كده هيكون فيه لجامنت موجودة فيه ده جوينت على التو سايد كده الجوينت ده جوينت ده جوينت ده جوينت حركة بتاعته النتيجة الليمتد موفمنت اللي بتحصل في مستوى الساكرواليك فهو اصلا very stable جوينت ايه ليه هو اصلا يجب يكون very stable و supported بالليجامس قويه قوي لانا during the standing وينت واقف بيبدأ وزن الجسم بتاعك يتنقل من الترونك بتاعك والاوبر بادي لللوار بادي او لللوار لامب عن طريق الجوينت ده يعني بينزل من الترونك على الساكرواليكجوينت والساكرواليكجوينت يعمله ترانسفير للوار لامب يبقى هو اللي بينقل وزن جسمك من الترنك للوار لامب يبقى عشان كازم يكون ستيبل قوي و سبورتت بلجامنس كتير يبقى the body weight is transmitted from the trunk to the lower لامب on standing through this joint اللجامنس بتاعته تمام كده نفس الفكر نرسمه دلوقتي انت عندك ادي اه لأ سويني هي طبعا مش دواضة بس انا عشان انا فاهمه لكم يعني اجي دي مسلا السكرم ودي الايليم واللي موجودنا بينهم ده كده اللي هو الدسك او اللي هو يعني العدروف اللي موجود بين العدمتين تمام كده طيب هتلاقي بقى فيه مغطي كل ده من قدين وهتلاقي وهتلاقي اصلا الليجامنط طالع بين العدمتين في النص كده تمام كده طيب يبقى البنفسيجي ده انتيريور ساكرويلياك ليجامنط واللي وره ده بوستيريور ساكرويلياك ليجامنط واللي بينهم اللي هو خارج من بين العدمتين اللي هم انهم اخضر فسميه انتر اوسيس معناه عب وبينهم فانتر يبقى انتر اوسيس ده اللي خارج بين التوبون اللي هم الساكرويلياك فسميته انتر اوسيس ساكرويلياك ايه تمام كده الكلام ماضح طيب يبقى الانتيريور ساكرويلياك ليجامنط حاجة رفيع قوي ماشي نشوف بقى على الرأس هنا كده هو ده تمام كده يبقى ثان باند طلعه بترانزفيرس فايبر الفايبر ستات شكلها ترانزفيرس ده موجود في الصورة هو بييقنكت الكم فيكس مورجن من قدام يعني الوريكولار سيرفس من قدام المورجن ستاتها بيقفل عليها من قدام ده هو مين انتيريور ساكرويلياك ليجامنط طيب الانتر اوسيس قلت ده بيطلع بين العضم نفسه من جب بيكون very thick ده قوي قوي انتر اوسيس ساكرويلياك ليجامنط the very thick and strong ligament positioned posterior superior يعني ايه يعني هتلاعي مثلا ادي جوينت هو ورا الجوينت شوية من فوق يبقى position posterior superior to the joint and deep to the posterior sacroiliac ligament يعني انت لو جب بصت من ورا هاتي الجوينت مش بالوضع لفي السورة ده هاتي الجوينت ده من ورا وبص اول حاجه هتلاقيه هو البستيريس ساكرويلياك ايه لجامنط شيله هتلاقي تحت الانتر اوسيس ساكرويلياك يبقى هو deep to the posterior sacroiliac ligament to connect the adjacent roughened area on the sacrum and ileum هنشوف دوقتي سورته تحت هيوضح هكام اكتر بس افهم انه هو طالع بين the sacrum and ileum من جوه to the posterior والبوزوشن بتاعه to the posterior ده ده الانتر اوسيس ساكرويلياك طالع بين The adjacent roughened area on the sacrum and the ileum تمام كده With the tuberosity of the ileum يعني ازاي اهي نقول هاينا بالضبط قدي ده جزء المتمفصل في السكرم وده الجزء المتمفصل في ال ileum والجوينت نفسه حصل هنا اهو الجوينت نفسه حصل فين؟ هنا اهو هنا اهو هنا يعني تمام كده فهيروح بقى الجوينت ده طالع وخلي الحتة دي وممسكها لي هنا في التيوبروستي بتاع مين ال ileum دي الحتة اللي برزة الورة دي تمام كده واشن يعني مش واضح فوق فاحنا قولنا ايه نشرحوا هنا يبقى هون مسك الرفند اريال على السكرم وال ileum مع التيوبروستي او دي الي والبوستيريور ساكرو ال ileum جوينت قبل ما ناخد عايز اوديكم حاجة على السكرم من ورا انا كده بصة من ورا اللي عرفني ان انا شايفة السباين بتاع مين الفقرات تمام كده؟ طيب السكرم في حاجة مهمة اوي السكرم ده في حاجة مهمة شايفين البروزاتي طالعة في النص دي بالضبط وفي الجنب اللي الاماكن بتاعة الليجامنت مسكة فيها بنسميها الكريست في منها انترميديت وفي لاترال يبقى انترميديت ساكرال كريست واللاترال ساكرال كريست ده اللي بيمسك فيها اللي هو البوستيريور ساكروئيليك لجامنت اصلا تمام كده؟ طيب يبقى دلوقتي posterior sacroiliac ligament ده thin band يبقى posterior sacroiliac ligament thin band anterior sacroiliac ligament thin band thick و strong قوي هو الانتر اوسيس تمام كده؟ موجود فين؟ على دورز الاسبكت بتاع الجوينت يعني posterior superficial اكتر للانتر اوسيس نفس الفكرة انا قلت ان الانتر اوسيس دي بلي يبقى هو superficial للانتر اوسيس بيمتد منين posterior superior iliac spine فكلا مش رح تركوا الاليان في الاول تركوا فيه anterior superior و anterior inferior و تركوا زيهم وراء هيبقى فيه posterior superior و posterior inferior تمام كده؟ ادي ده posterior superior iliac spine و خارج منه دي و رح امس كفين دول اللي انا حطيت عليهم نقط دول الانتر ميديد sacral crest والنقط اللي هي هنا دي هتلاقيها بروزكة برضو دي lateral sacral crest بتروح اللجمة دي تمسك كده او كده كده او كده يبقى تمسك في الانتر ميديد او lateral sacral a crest تمام كده؟ يبقى هو يبقى بيطلع من posterior superior iliac spine و يروح يمسك في الانتر ميديد وال lateral sacral crest احنا قلنا انه هو اي plane synovial joint synovial يعني اواخد خصائص و plane بيسمح ب gliding movement فالمovement تعتقدوا very slight gliding زي ما قلنا حركة بسيط قوي very very limited movement اصلي بعد كده افضل حاجتين بقى مهمين بس يعني بس خلاص هم اخر حاجتين two ligament sacro-tupress ligament sacro-spinus ligament دي ligament برضو خاصة بالمنطقة اللي هي بين برضو الساكرام والاسكام يعني وكيه بس مش طبع اي joint دي ligament ثاني الوحدة اول حاجة هم two ligament double ده وده تمام كده؟ طيب المنطقة دي اسمها اسكالتيوبروستي طعم كده؟ والمنطقة دي اسكال اسكال سباين وطبعا باين على الرأس بس انا قلت واريها لكو اكتر تمام كده؟ يبقى اسكالتيوبروستي لتحت والاسكالسباين اللي فوق فالليجament دي طالعة من الساكرام وسأخذoke واحد في الاسكالتيوبروستي واحد في الاسكالسباين فسميهم من الساكرام ومسك في التيوبروستي هسميه ساكرتيوبروستي ليجاميند واللي طالع من الساكرام مماسك في السباين ساكروسباينس ليجاميند تمام كده؟ طيب عارفنا شكلهم ناخد باقي التفصيل عنهم اول واحد من الساكرو تيبراس ليجامنت اللي هو تحت تمام كده اللي هو ده ماشي شكله ايه هو فان شايف ده عايفين المروحة الورق لما كنا بنفتحها كانت بتقوم نفس الشكل ده عريضة وبعد كان ملمومة على بعضها كلها من الاخر تمام كده هو اصلا عريض قوي يعني عريض قوي واخد الساكرم كله كده يعتبر يعني يبقى هو فان شايف بيكونكت الاسكالتي بروستي زي ما قلنا يعني واخد جنب الساكرم كله وجنب الكوكسك كله فكأنه بالضبط مروحة ورق اللي هي واخد عرض كبير قوي بعد كما ملمومة مع بعضها في الاخر في نقطة واحد تمام كده يبقى بيكونكت الاسكالتي بروستي مع اللاترال مارجن والباك بتاع الساكرم والكوكسك تمام كده بستيري ساكرو اليك ليجامنت والبستيري اليك سباين يعني برضه بيربطهم مع بيربط البستيري ساكرو اليك ليجامنت والباك بتاع الساكرم والكوكسك والposterior sacroiliac ligament والposterior iliac spine مع الاسكالتيوبروس تمام كده اما الساكروسباينس اللي هو فوق ده لا يديب اكتر للساكروتيوبروس يعني ايه يعني مثلا انت جيت بصت ايه انا كده بصت من قدام تمام كده ليه ايه اللي عارفني بصت من قدام ان انا في الفقرات مش شايفة سباين تمام كده او مثلا في الساكرا مش شايفة سباين يبقى دلوقتي هو فوقه ولا تحته فوقه يعني فوقه من ناحية قدام بس انت دائما تجيشف حاجة بصلا نشوفهم من وراء انت لو جيت تشوف من وراء على حسب دراستك هتدرس الاول يبقى الف الجسم من وراء شيل هتلاقي ساكروتيوبروس ligament شيل الجلد والحاجات دي هتلاقي ساكروتيوبروس ligament او راح شيل الساكروتيوبروس ligament اللي هو وراء ده هتلاقي تحته مين اللي هو الساكروسباينس يبقى الساكروسباينس لو انت باصص من وراء يكون ديب للساكروتيوبروس يبقى لو انت باصص من وراء الساكروسباينس ligament يبقى ديب للساكروتيوبروس ايه? ligament تخيل تريانجلور اكتر تمام كده بيكوننكت المرجن بتاعت الساكرم والأبر كوكسك يعني شايفت تاني جاي من فوق من اول الساكرم ده لا جاي من اخر الساكرم كده واخد مع الأبر كوكسك بيكونكت المرجن بتاعت الساكرم والأبر كوكسيك لاترالي مع الإسكالمين سباين أهو بصوا هتلاقيه ماخد من آخر الساكرم وبداية الكوكسيك وراح يمسك فين في الإسكالم سباين آخر معلومة بقى في المحاضرة الساكرو تيوبرس ليجامينت والساكرو سباين الليجامينت هم ميجور كومبونانت أوف لاترال بيلفكول يعني البيلفكول اللاترال معمول جزء كبير منه بالساكرو تيوبرس ليجامينت والساكرو سباينة ليجامينت وبيساعدوا ان هم يحددوا لك الابريدشارس بين البييلفك كباتي يعني في البيلفك كباتي هتلاقيه فتحات وكده هتلاقيهم مثلا الساكرو تيوبرس والساكرو سباينة مقفلين فتحتين تانيين مثلا التجويفات كده كانت موجودة في هناك في ال bli kabore راح جاي اللجم تدقى في الواحدة واللجم تدقى في الواحدة بقدر مكان التجويف بقت فتحة يعدي منها وحاجات زي كده يبقى هما بيساعدوك في ان انت تدفين زي ما قلتلك في في الهيب بون الغريتر ساياتيك نوتش واللسر ساياتيك نوتش هارجع لكم على اي واحدة فوق ورهالكم بس بتبقى بالضبط شكلها كده وغيريتر ساياتيك نوتش تمام كده بيجي بقى اللجم تدقى ويروح قفل لي واحدة كده وقفل لي برضو التانية كده فبدل ما كانت نوتش في العظم كده بقت فورامين فبدل ما كان اسمها واللسر ساياتيك نوتش هتحول لل واللسر ساياتيك فورامين وتعدي منها ايه كتيرة هحاول ارجع لأي هب بون اوريها لكم تكون واضحة اه 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 هنا بالضبط شايفين النوتش دي والنوتش دي هو بقى بيروح جاي التول لي جامس دول وقفلينهم وده المهمة نوتش كده تبقى فتحات تعدي منها ايه استركتور تمام كده اه اه وطبعا هتفهموا الجزء ده اكتر المحاضرة الجاية احب اقول بس نشكر اه دكتور عز الدين عشان هو الكاتب بالديتا دي فان شاء الله تكون محاضرة سهلة انا عافي ان هي ممكن يكون فيها مع المكتب بس هي فعلا محاضرة سهلة مش تاخد اي وقتهم ذكرتها ان فيش بقى مصر زلو تلع اوريجن وانسرشن الموضوع ان شاء الله يكون سهل بالنسبة لكو اه شكرا لده تترى واسفة وطولت عليكو اه وربنا ان شاء الله يوفقكم الفترة الجاية لان امتحنا كده اشد حالكم وربنا معاكم ان شاء الله